ساعدني حياة صراحة الحمدلله يعني اي سؤال نقرأ وافتهمه اي سؤال وزاري شفته بعدما فهمت هذا الملخص اللي انا سويته بخط ايدي انتم سووا بخط ايوتكم ملخص حسب فهمته من خلال الفيديوهات وحلو وزاري قبال ان شاء الله متواجهن صعوبة هاي دي الالكيل هي مركبات عضوية من مشتقات الالكانات ترتبط فيها مجموعة الالكيل هاي مجموعة الالكيل يعني CH3 CH2 هاستموا جموعة الالكيل مع الهالوجين هذا الهالوجين طبعا منظروا تعرفون الهالوجين موجود بالطبيعة وحنا اخذناها سابقة من الفصل الخامس الهالوجين هي اما تكون كلور لو فلور لو بروم لو يوت صراحة بالعضوية ما عندي اي فلور فهذا مستبعدي فهذا الهالوجين يعني ترتبط فيها ذرة مجموعة الالكيل بذرة هالوجين حيث يستبدل فيها ذرة الهالوجين بذرة هالوجين واضح زي القانون العامة تتحفظوا انه هو CNH2N زاد 2 زاد 1X الصيغة العامة شون تعرفوها او الصيغة العامة هي هاي المجموعة نضيف الفعالة غالبة ما يطربها وزاري مو هي هاي تعرفوها الصيغة العامة واسم مجرد تشيلوا الار خلوا السي باعتبار هي ذرة كاربون واضح احشان رح ابدلكم بحالي دي الالكيل شون اوضحكم اي حنا مو قلنا ميثان ليس قلتكم حفظو الميثان هو مو CH3 CH3 زين حالة طبيعي كامل ومكمل زين شا حتصوي انا سبهش حالة اقول CH3 بعد تغير CH2 صار فقط ذرة هايدروجين يعني استبدلت ذرة هايدروجين بذرة هالوجين كلور يعجبكم بروم يعجبكم يوت هذا هو خالد الكيل يعني هو الكان بس ناقص ذرة هايدروجين صراحة التسمير القديمة مال هذا الموضوع كانوا يسموه كلوريد مو هذا مو الكان يسموه الكيل يعني مو هذا ميث ايث كلوريد اثيل التسمير الحديثة طبعا ضرورة تحفظون التسميتين التسمير الحديثة هي ندلع الهالوجين فينقوله كلورو واحد اثنيا معناها ايثان كلورو ايثان يرجع الكان واضح فا جدا ضرورة تحفظون هاي السيخ الخواصة الفيزيائية يعني هي ما تجي كنم اشرح خواص فيزيائية بس احنا نفتنا تجي تعالي صراحة يقول انه الهالوجين غازات في درجة حرارة الغرفة وتكون السوائل تحت 18 فوق ال 18 تكون صليبة غازات هي طيب هي ما تذوب بالماء لكن تذوب في المضيبات العضوية عالي لا تذوب في الهالوجين وما يقولكم الهالوجين يقولكم كلورو ايثان يعني ايش شي دائما ما يشوفون برومو هالهالوجينات ويه فتالكان او فتشي دائما نقوله انه هذا موضوع وغايد الالكيل فا يقولكم اسمه ما يقولكم الموضوع ما يذوب بالماء الجواب لانه ما تكون اواصر هادروجينية مع جزيائات الماء فهذا الشي هم المخلل فصلتها بالحياتين يعني تعليل واضح ما تقولك هماي يعني ما تذوب بالماء ذاك عدم تكونها اواصر هادروجينية مع الماء تسمي الحديثة والهاي اخذناها طبعا جدا ضروري ام نكون عدكم تفرع يعني مثلس هاي السلسلة السلاسلة الموجودة عدكم تفرع معين وعدكم هالوجين معين نرقم من السلسلة الاقرب للهالوجين يعني هنا ايجانا ضيف احنا عدنا ضيفنا القديم موجود بس ايجانا ضيف احنا نهتم بالجديد فنرقم من الجديد يلا نجعلها دينا على القديم سأتفضح الفكرة ان شاء الله هاليد الالكين بنين حذرها طبعا مهما هذا السؤال هاليد الالكين يحذر اما عن طريقة اضافة هاليد الهايدروجين الى الالكين او عن طريق ايثر مع PCL5 او كحول مع PCL5 او PCL3 او حتى HCL هذول الثانية رح ناخدهم بعدين بغير مواضع هسة اضافة هاليد هاليد الهايدروجين الالكين شلون يعني طبعا هاي طريقة مهمة جدا إضافة هاليد الهايدروجين إلى الأذكين تعرفون شنو الأذكين يعني أصرتين هاليد حايدروجين أحد قولوا له هادروجين نفتهمنا هاليد شنو هاليد هو أكس الأكس بلور بروم و يود يعني هو الهايدروجين نفسه عندي أذكين نحن أخذ مثلا إيثان إيثارين إيثارين أو أثيلين هاي التسميتين إلي سي أجدو هاذا أثيلين أو إيثين هاي آسرة مزدوجة نضيفت لأت أكس الأكس راح أحدفة أضيف لأت سي أل خلنا نقول أت سي أل اللي هو كلوري هاوض هادروجلوري كش راح أكوّل طبعا هالسهم واحد اوكي هنا أنا آسرة مزدوجة هنا نوع التناظر لعزو نعرفه مع متناظر شو متناظر يعني هنا نفسه هنا إذا كان عندي أت غير متناظر تمام خلنا نرتبها سي أجدو سي أجدو أج سي أل نحن راح يجينا الشخص اسمه ماركو فينيكوف الشخص شنو اسمه ماركو فينيكوف يقول هاي التعريف طبعا جدا مهم تعرفوه العالم الروسي فالديمار ماركو فينيكوف يقول عن إضافة الكوشف الغير متناظر إلى مراكبات الأسرة المزدوجة فإن آيون الهايدروجين يضاف إلى ذرة الكاربون الحاملة العدد الأكبر من ذرات الهايدروجين والتي تكون آيون الكاربونيوم الأكثر استقرارا بينما يضاف الآيون السالب إلى ذرة الكاربون الحاملة إلى عدد أقل من ذرة الهايدروجين يعني بشكل عام إغناء الغني أو ما تجون شوفوا يعطيكم الكين ضاخولة هاليد هايدروجين دلال على أنه هذا المركب متناظر رح نشوف متناظر فعلا متناظر يعني أنا بكيفي أضيفه هنا الـ H أو أضيفه هنا الـ H أو أضيفه الـ C L هنا أو أضيف الـ C L هنا بما أنه متناظر في بكيفي أنا عاجبني أضيف الـ H هنا يعني بهاي الصيغة هذا الـ H رح أضيفه هنا فحيصير C H3 كسرت الآصر طبعا من الأم أضيفه أكسر الآصر نحصر آسرة واحدة هنانا راح أضيف هنانا اتش شوفو هنانا اثنيا ضفت السي اللي هنانا هالا سنوصها عندي هاليد اركيل اللي هو تسمير قديمة كانوا يسموه كلوريد اثيل التسمير الحديثه هو كلورو كلورو ايثان اللي هو اركان نفسه في حاد اذا كان عندي CH3 CH2 زائدا مثلا بي ار لاحظوا انو هذا بروبين هذا بروبين شو عفتنا 3 ذرات كاربون ليش قلت بروبين لاحظوا ليش قلت بروبين من قلت بروبان لانو عندي اصرة من قلت اصرة مزدوجة يعني ان تكونون بروبين ثلاثية بروبين اوكي طيب هسا هنانا مو كافي اضيفي انو هنانا مو متناظر هسا هذا غير متناظر يعني هنانا هاد